الثاني سؤال الترتيب اول سؤال طبعا احنا بنفهم الجملة محتاجة ايه وبنرتبها طبقا للمعنى رقم واحد يعني الاطفال بينظفوا التراش اللي هي الزبالة او الكمامة رقم اتنين يعني انا بعمل عرض او تقديم مع صديقي رقم ثلاثة يعني انت تستطيع ان انت تتعلم اشياء شيقة على السوشيال ميديا رقم 4 يعني يوم النظافة العالمي للشواطئ يعني بيكون في شهر سبتمبر رقم خمسة يعني لا تشارك الكلمة المرور بتاعتك او معلوماتك الشخصية رقم ستة يعني نحن نستطيع ان احنا نمتلك او يكون عندنا نباتات كتير في بلاكونتنا رقم سبعة ده مصطلع على بعضه يعني ماذا تعتقد فيه او ما رأيك فيه يعني تلوث الهواء رقم ثمانية يعني وسلت المواصلات المفضلة بتاعتي بتكون السفينة رقم تسعة من يأتي الى المدرسة على القدم كلام واضح تمام وانت لما بتيجي تتدرب بالنسبة للسؤال ده عايز تدرب نفسك بالورقة والقلم مفيش اراية وخلاص رقم عشرة نحن نحتاج ان نكون حريصين على الطريق يعني الفلاحين توقفوا توقفوا عن ايه حرق رقم اللي بعده رقم اتناشر وي سو احنا شفنا شفنا ايه ان اكتبوس اختبوت ويه كمان اند كوت واستدنا استدنا ايه الكسير من السمك رقم تلتاشر في ايه الالعاب انت محتاج ان انت تجري رقم اربعتاشر متى يكون شم النسيم هذا العام كلام واضح ونرتب بالورقة والقلم واحنا فاهمين رقم خمستاشر اتس جرين اتس جرين يعني خضراء اند بيوتفول وجميلة نيرزا نايل بالكرب من النيل ده قصده على الارض اتس جرين انها خضراء اند بيوتفول وجميلة نيرزا نايل بالكرب من النيل رقم ستاشر ايجيبشن بيبل يعني الناس المصريين ملهم are very hospitable يعني بيكونوا مضيافين جدا او كراما جدا رقم سبعتاشر what special days ما الايام الخاصة او المميزة do you celebrate اللي انت بتحتفل بيها every year كل سنة رقم تمنتاشر 20 شخص are coming to the party يعني جايين للحفلة ندخل على الصفحة اللي بعدها اول سؤال رقم 19 نكمل مع بعض ياريت اللي بيسمع الفيديو يردد الجمل اللي بنقولها ويكتبها متل اغبطة تاني ويعد يرتب فيها you should انت يجب يجب ايه use the cross box يعني تستخدم مناطق العبور to be safe لكي تكون امن رقم 20 the trash يعني القمامة can kill تقدر او تستطيع انها تقتل تقتل ايه the sea elements يعني الحيوانات البحرية رقم 21 what are you doing داليا ماذا تفعلية داليا رقم 22 our teacher مدرسنا مالو loved our presentation يعني حب الايه العرض بتاعنا رقم 23 كريم مالو should keep يجب انه يحافظ يحافظ على ايه his password secret على كلمة مروره سرية رقم 24 what are ماذا تكون precious metals المعادن السمينة او الغالية رقم 25 i shouldn't use my phone انا لا يجب ان انا استخدم التليفون بتاعي ها امتا late متاخر at night في الليل رقم 26 people can you can see الناس تقدر تشوف تشوف ايه everything كل شيء we do احنا بنعمله online ترجمة بسيطة وسهلة فضل ان انت تردد الجملة مرتين تلاتة وتكتبها people can see الناس تقدر تشوف everything اي شيء we do online اللي احنا بنقوله على النت رقم 27 you shouldn't speak to strangers on the internet انت لا يجب تتكلم عن الغرباء strangers يعني الغرباء on the internet على الانترنت رقم 28 the children need to solve problems يعني الاطفال محتاج ان هي تحل المشكلات فين in some games في بعض الالعاب رقم 29 how do you get to school كيف انت تصل الى المدرسة رقم 30 you need انت محتاج a seed built يعني حزام امان in your car في سيارتك رقم 30 we must follow نحن يجب نتبع نتبع ايه root signs اشارات الطريق او لافتات الطريق رقم 32 رقم 32 you need انت محتاج to wear ان انت تلبس تلبس او ترتدي ترتدي ايه a hand يعني الخوزة helmet يعني الخوزة on your bike يعني على العجلة بتاعتك او director الصفحة اللي بعدها بتبدأ برقم 33 we need to احنا محتاجين ان محتاجين ايه look after نعتني به نعتني بايه the planet يعني نعتني بالكوكب طيب رقم 34 children الاطفال can spend many hours يقدروا يقضوا ساعات كتير on their computers على الكمبيوترات بتاعته رقم 35 i give انا اعطيت a presentation online يعني انا اعطيت او قدمت عرض على النت about online safety يعني عن الامان على الانترنت رقم 36 we travel by boot احنا بنسافر بالمركب or ship او السفينة تمام عايز تكتبها by ship or boot برضو عادي on water يعني على المية يبقى نقولها ثاني we travel by boot or ship on water او we travel by ship or boot on water يعني بنسافر بالمركب او السفينة على المية رقم 37 you need to انت محتاج ان look تنظر تنظر ايه left and right يمين وشمال او شمال ويمين before you cross the road قبل ما تعبر الطريق طايل 38 what can you do ماذا تستطيع ان انت تفعل to stop لكي توقف البلوشن التلوث رقم 39 be careful كن حريص انذروا على الطريق رقم 40 can you تقدر انت هل تقدر انت او هل تستطيع ان انت come to my birthday party تيجي لحفلة عيد ميلادي next friday الجمعة الجاية ومن ننساش العلامة في الاخر رقم 41 be careful كن حريص when you cross the street عندما تعبر الطريق الجملة دي جت قبل كده في الامتحان بتاع المهام رقم 42 different people يعني الناس المختلفة ما لهم like different things بيحبوا الاشياء المختلفة رقم 43 what makes us special ماذا يجعلنا مميزين 44 i was nervous انا كنت متوتر امتى at my first day في اول يوم of school في المدرسة رقم 45 i usually put on a blue t-shirt انا عادة برتدي تي شرت ازرق and grey pants وبنطلون رمادي رقم 46 40 واحة has لديها الواحة لديها ايه sun water and fertile soil يعني فيها شمس ومية وتربة خزبة اخر رقم الصفحة اللي بعده في اسئلة الترتيب there are you got lots of trees الكثير من الاشجار near the river بالقرب من النهر انا كده خلصت 49 سؤال ترتيب وانا كنت سريع علشان مدة الفيديو ما تكترش وانتو تلحقوا تراجعوا اكيد الحاجات دي محلولة معاكم يا دوب ان انت بتراجع معايا وبتفهم معاني الجمل اللي انت المفروض ان انت حافظها يدخل دلوقتي على سؤال لريد باسج يعني اقرأ الباسج الكطعة وبعد كده نجاوب على السؤال تعال نفهم الاول الكطعة بعد كده ندخل على السؤال بيقولك ابن عمي طبعا مش اقرأ انا هترجم على طول ابن عمي ادم عنده 13 سنة هو عنده اكاونت على السوشال ميديا يعني عنده حساب على السوشال ميديا هو بيحب يشارك الافكار والمعتقدات والمعلومات مع الناس التانيين هو بيحب يستمتع مع الناس ادم بيكون دايما حريص لما يكون اونلاين هو بيقبل ان يكون يكون صداقات مع فقط الناس اللي يعرفهم هو بيحافظ على البرسون الانفورميشن سرية اللي هي المعلومات الشخصية يعني تكون سرية ادم يقدر يجد معلومات للوجب بتاعه ولذلك السوشال ميديا بيكون هيلففول مفيدة او معينة ادم بيكون يعني مبدع هو بيتعلم اشياء شيقة على انترنت كده انا فهمت القطع هتعالى بقى الاول سؤال اول سؤال بقولك ادم بيقبل ان يكون صداقات مع الناس هو ما يعرفهمش طبعا هتبص اتحط ايدك عند السؤال ده والصباح التاني بيدور في القطع يشوف الكلام ده صح ولا غلط هيلاقي ان هو بيكون صداقات مع الناس اللي هو يعرفهم تمام يبقى كده الاجابة دي فولس غلط رقم اتنين ادم بيكون 10 years old عنده 10 سنين طبعا غلط مكتوبة قدامك ايه 13 يبقى غلط برضو رقم ثلاثة ادم يستطيع انه يجد معلومات مفيدة ايوه طبعا تمام الكلام ده موجود في السطر اللي قبل الاخير طيب يبقى دي الجملة دي صح رقم اربعة بتفهم السؤال محتاج منك ايه وبتدور على اللي شابه هو في القطعة وتدور واجيب الاجابة جيب الجملة بتاعته ما اللي ادم بيحب يعمله ادور على ادم بيحب ادم بيحب الاقيها في اول سطر هناك ايه بس مش كاتب ادم كاتب هي ما هل اتنين زي بعض هو بيحب انه يشارك الافكار والمعتقدات والمعلومات مع الناس التانيين وهو برضو بيحب استمتع مع الناس شايفي الاجابة دي كلها اللي انا جرد عليها خط دي هتكتب عندها رقم فور اربعة انا نسي تكتب رقم فور هتكتب عندها نمبر فور اربعة تمام و هتروح تكتبها بخط صغير ادام السؤال لو فيه نقط ادام السؤال هتكتبها مفيش هتصغر خطك وتكتب تمام و ما تنساش تروح معلم فوق زي ما انا معلم بس تكتب رقم السؤال عليها رقم اربعة بعد كنت نقلها تحت طيب رقم خمسة و يعني لماذا لماذا السوشال ميديا هلبفل معينة الادم ندور على السوشال ميديا هلبفل نبص على شكل السؤال يعني سوشال ميديا هلبفل هتدور من الاول لحد ما توصل ليها هتلاقيها في السطر القبل الاخير كلمة سوشال ميديا شايفها اس هلبفل طيب يا مستر طيب انا هجرت احتها خط بعدها نقطة هقول لك ما انت هتلف وشك وترجع تاني دي بالجملة منولها بقى من اول كلمة ادم ادم يلاقي المعلومات للوجه بتاعه عشان كده هتروح جر الخط يا باشا وتكتب عندها نمبر فايف يعني رقم خمسة تمام يبقى ياولاد السؤال شبه الاجابة قطعة تانية بيقولك انا اسم ريم وانا بعيش في اسكندرية واجست الاسبوع او انها عطلة الاسبوعية دلوقتي وانا وعيلتي ذهبنا للشاطر احنا كنا زعلانين ليه بقى؟ لان كان فيه زبالة كتير بلاستيك او كمامة كتير بلاستيك من منازل الناس على الشاطر انا اتكلمت مع ماما وهي نصحتني ان انا اتكلم عن المشكلة في المدرسة انا وصحابي ابتدينا نلاقي معلومات عن الشاطئ ونضفته في اماكن مختلفة احنا اتكلمنا مع صحابنا التانيين في المدرسة احنا ذهبنا للشاطئ مرة تانية وجمعنا كل الكمامة البلاستيك الشاطئ دلوقتي نظيف الحيوانات البحرية والطيور يقدروا يعيشوا في مكان افضل كده احنا نفهمنا تعالى بقى ان ايه ندور على الاجابات ريم وصحب وقالتها ذهبوا للشاطئ امتى ها في الويكند يعني العطلة طبعا الاجابة موجودة في السطر الاولاني انا ما بحفظش اجابات انت تبص وتفهم طيب رقم اتنين في الصفحة البعدية بيقولك ريم اتكلمت عن المشكلة فين طبعا اتكلمت عنها في السكول في المدرسة هتدور على الاجابة فوق في القطعة سكول المدرسة رقم ثلاثة بيقولك الشاطئ دلوقتي ايه ايه كلينر اللي في النص معناها انضف تمام والاجابة دي موجودة في السطر اللي